يعني يا سليم احنا لو اتفقنا دلوقتي احنا الاتنين ممكن نخرج من هنا الروح مش كان؟ لا مش كده لانه حتى لو اتفقنا وخرجنا احنا الاتنين مع بعض انا مش عايز اروح معاك اسمع عجل احنا هنعرف بعض من زمان قوي مش لسه هنعرف بعض دلوقتي عشان كده نفسي تقصر وتجيب من الآخر للآخر؟ ماشي بص يا حبيبي دي الترطا يا سليم اللي احنا بناكلها بعد كل عملية نصها بيروح لزن العطار والربع بيروح لهاشم وانا وسيف ومتولي الله يرحمه كلنا مزنوئين في الربع الاخراني من الترطا وطبعا الرايق الفة تفيت يا حبيبي بياخدها من هنا على من هنا والحاجة تساقعة هاشم معاه الربع حقا واحنا يا سيدي مش منبص في نصيب حد ماشي الكلام لكن انا بقى مش مستريح وعايزة بقى زي هاشم ماشي يعني انت يا جلال عايز حتة زيادة لا يا حبيبي عايز الربع الربع من حق هاشم من نصيب هاشم لانه مش ممكن ابدا حناخد ابدا الربع من عند العطار الفة سلامة عليك يا جلال وعليك يا حبيبي انت شاكلك كده في اليومين اللي انا غبت فيهم هنا خدت دور جامد قوي عشان كده بقى انا هتديلك وصفة من عندي هتستريح عليها خالص الورقة دي تاخدها زي ما هي كده وتبلها في شوية مية وتشرب منها ثلاث مرات عريق مش هتبقى كويس وهتفرقنا وتستريح وتريح مش ممكن انت اللي تريح محاب اللي مش نامش بعيد ده سليم طرفه في ايد حضارتي لو ريحتني حرخية وتقعد معانا وتحضر التقسيمة الجديدة وتبقى زي الفل وتنفذ اللي احنا اتفقنا عليه تعطيني حشدت لحد غضبن عني وانت تعيز علي ما انت عارف زي ما انت قلت كده احنا قدام مع بعض وعرفين بعضا من زمان مش كده سليم مشكلة يا رأيس ان الموبايل ده مقفول بقى له فترة وبتهيلي مش ده المكان اللي هم موجودين في دلوقتي برضو تبعت رجالتنا نفس المكان ومش بس كده ما تسيبش حتة حوالين المكان إلا لما يكون في حد من رجالتنا بيسأل فيها في ايه يا حربي انت خبته ولا ايه دختي فوق مارس عملته في ايه طب ايه ايه دي علي ايه علي مالك تعالي انا بصيني مالك في ايه اتكلمي لا علي ايه 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 اخد يا حبيب عامتك حتتين الدهب دول تروح تتصرف فيهم وهات رجالة جداد كده على كيفك وتروح عالجسر توضب وتروجه عشان فرحك على بيتي عيشة 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 كيف يعني يعني ايه عيشة كيف يعني يعني كده اياكش فاكر اني كنت هتديك رجاية وتقعد تحبه في بعض وتستجو علي لا يا حبيبي انا ما حبش ابدا صبعة يكون تحت درسة حد عامتك تحب تكون شوكة في حالج اللي جدامها يعني يوم ما تفكر تكح تخنجك وتموت وبعدين ما انت خابر رجاية صغيرة وعيشة هيك كبيرة يقولوا ايه الخلق علي يقولوا جوزت الصغيرة قبل الكبيرة لا ما ينفعش لي قللي هنجرو فتحتك على عيشة ميتة يا حبيبي يعبودي تفضل عمي لبس شكرا يا زكريا طمني قربنا نوصل للخطف وياسمين غالبا هم هم اللي خطفوا فارس اللي حصل في إخواتي ده ديم في رقابتي هيتردل العمل فيهم كده تالت ومتالت قدعوا قدود يا ابن زين المهمة بس انا مش عايزك تنزل العملية دي لوحدك ليه يا عمي هو انا مش قدعها لا قدعها ما انا لسه بقولك يا زكريا انت كبير من يومة ولدت وانت كبير انا طول عمر اقول لابوك كده بس انا مش متضمن حوالينا عقارب كتير مستنية اللحظة اللي تلسعنا فيها واحنا بنهرب منهم ولا بنعرف نستدهم وندفنهم مكانهم بنستدهم وبنعمل كل اللي احنا عايزينه بس لما نكون جنب بعض انما دلوقتي زي ما انت شايف انا مرمي هنا وانت برا لوحدك عشان انا لوحدة عمي لازم انزل العملية دي مكانك الناس كلها لازم تعرف ان لو مفضلش غير واحد في عائلة العطارين كل حاجة هتفضل ماشية زي ما هي راجل يا زكريا ضمنتني على فكرة جلال جالي ها عايز يفك حبل المشنقة من حوالين رقاب دي بس في نفس الوقت عايز يربط بي ايد عائلة العطار كلها ونوع على ايه؟ حطمعه هو طمعان وانا حطمعه اكتر والحبل اللي بيفكر يربطنا بيه بكرة حعلقه من رقابته فيه بس المهم يا زكريا عايزك لو نزلت العملية دي اتفنجل عينيك وتخلي بالك من اللي حواليك قوي الضربة اللي بتصيب دايماً بتيجي من القريب خلي بالك يا عزيز انك عشان تثبت برائط حسن وأمير هتثبت معاهم اني حكمت عليهم زور حكمت عليهم باطل مش القصد عم ساميح بس كل الموضوع ان انا خدت شوية قمش من المغزن بتاع عم حمزة واكلت الحمامة من الحمامة اللي في البرج الحمامة فضلت عيشها معناه كده ان الاكل ده كويس مفوش حاجة بعدين رحت المبخ خدت عينا تانية من القمحي اللي هناك شوية لكده شكله غريب في وسط الشوية اكلت منه الحمامة تانية اول ما كلت منه ماتت ده معناه يا عم ساميح معناه حد رمح الشوية ده في وسط الشوية وانا مش هاهدغ اللي ما اعرف مين الحد ده بس سيبك سيبك من كل ده كل ده مش مهم انا المهمة عند دلوقتي ان احنا نقرك حسن وامير عم ساميح الحمامة ماتت وربنا رحمها من اللي احنا فيه واللي داخلين عليه واللي داخلين عليه يا عزيز مش لازم حسن وامير يبكوا فيه احنا داخلين على ايام لازم كلاتنا نبقى يد واحدة زي صور الدار توبة جنب توبة لو توبة واحدة مخالفة الصور ينهار واللي وراه يضيع مفيش حرب من غير خساير واول خطوة في الحرب انك تعرف مين معاك ومين عليك لو حسن وامير توبة مخالفة مش سيينة مش منينة مش يط زيينة ما فتحوش هنيهم عالدنيا ما يعرفوش اهلهم مين ولا فين والدار دي هي ناسنا واهلينا واللي تستاهل نضحب روحنا على شنة حسن وامير عاش وسطينا يمكن حبناهم وحبونا بحكم العشرة يعني لكن عمرهم ما كانوا زيينة ولا حيكونوا منينة واللي عايزهم يبقوا زيينة أكيد أكيد يا عزيز هو اللي زيهم صدقني عزيز الوقت ده فرصة عشان تعرف مين اللي استاهل يعيش في الدار دي ومين لح مايصحش يكون موجود فيها فكر يا عزيز كويس مش دايما الحاجة اللي تفكر فيها صح بتطلع دايما صح وفكر كمان في المعمة اللي بتاخك يتحرج يتكسر يجرى له حاجة سيئة لقدر الله لو حد عرف اللي انت بتتكلم فيه معاي ده فكر فكر يا عزيز أنا عارف انك عاجل عاجل وراجل بتفهم صح يلا أخوي يلا جوم عالمعمل بتاعك جوم عارف ابنهديك ازاي طيب حسن عزيز هاي يا ابني طمني عملتي جومة سميحة ها؟ هاي يا ابني بكلمك على فكرة انت شربت سبيرته ولا ايه؟ واقول لك عملت ايه جوه مع سميحة اللي حمامتين ماتوا عبايدة ماتوا؟ ماتوا ازاي يعني؟ ماتوا اللي حمامتين ماتوا ايه عبايدة؟ ما بتفهمش؟ طب ما تفهمني يا عزيزة انا مش فهمة سيبني دلوقتي سيبني دلوقتي عبايدة سالمة ما تعرفش حزم أخوكي راح فين؟ لا يا ماما هو مش مع مدرس واصحابه دول؟ مش موجود وابيردش على موبايله بعدين بقى؟ مش عارف حلقة ايه حمله ولا من ياسمين؟ بس ايه رايك بقى معلم في الجمجومة قديني اهو خرقتك من غير بس بحد يلمحك هالس عاش يا هيرو انت ناقص بس تخليه اشرب وتبقى برينز سهل اقول لك ايه خد اشرب اشرب بقى عما تصغرناش هاتو اسكت اعرف يا هيرو انا بحب يا رعب بس هيه مش حساني مش انه اللي بيعجبها ايه بتحب الودا الصهي بس والله مش مشكلتي دي مشكلة يا بيه الله يرحموا انها رباني فيه يا عم؟ انت تسطلت على ريحة ولا ايه؟ طب يلا بينا يا جماعة انا عايز اراوح خلينا قدين شوية يا حازم ما انتو مش حاسين بحاجة انا اللي حراوح البيت ومش عارف هيدخلوني ولا لا فيه يا عم؟ وانت حد عبرك حتى برنة الموبايل الموبايل فين؟ ريفون جنبك؟ مش جنب سقطوا خلص